السلام عليكم و مرحبا بكم في قناة فدواويسا من يوم راح نديرو ان شاء الله رولي تعلحم تعد الدجاج ولا تعدم بالزيتون يعني بتهجين الزيتون هنه نحتاجو شوية تعلحم فروم دجاج ديكرومي ولا بقري اللي يكون عندك بدرت عليهم فصل تعلثم شوية تعلبصل مبشور الكمية تعلحم على حسب عدد افراد العيلة لحم فروم شوية تعلبصل مبشور فصل ثوم مبشور شوية زنجبيل بودرا يعني سكنجبير بودرا شوية تعلف الفلفل كحل فلفل اسود احنا التوابلكو حتا دير الحاجة اللي تفضلها ملح يعني غير شوية تعلف ملح من كتروش ندير شوية تعلف شابلوغ يعني خبزها بصوم تحون يعني البقصومات في المشارك يقولوا البقصومات ندير شوية تعلف كوري دجاج اللي ما عندهاش الكوري تعلف الدجاج ممكن تعاوضيه براس الحانوت يعني بسبع بهارات ولا توابي الدجاج هي من احسن نعجنها كبيري باليد يعني الخالط هادا ملح باش يدخلوه التوابي الملح بالنسبة الله شابلوغ ملاحظة انتهي لكم متكتروش بزاف بحكا باش اللي بدنا تعلحم تبقى نجيب هنا بابيفين يعني ورق شفاف هادا الخاص بالطبخ نحط اللحم انا كما شفتو هنا مدرج كمية كبيرة على اللحم انو نديرها لعبار بخاس كتاع شخصين فقط انتوما يعني على حساب عدد افراد العيلة انا غير هاد الكمية وعطاتني يعني وعطاني واحد الرولة يعني ما شاء الله كي قطعتو يعني جا ملح الكمية ما شاء الله يعني هادا ملح زي كي سيختوك تكون عيلة ولي يكونو عندك ضيوف يعني يسلكك تديري طاجين زيتون يعني ترميها بالحم قطعة تاع الحم وتزيدي هادا نجمي ما بديري غيرو لي واحد دور طاجين ترميها بلا كركاص تاع تاع الصدر تاع الحم اللي قلحتي منو يعني تعداد ولا تعددجج نحطنا هنا شوية تاع الجفن الطاري كما شفتو حليتو شكل مربع ديرو كاري بيكونش اخشين بزاف لانو راح نلوه وبعد ديرو هكا في الطرف الفرماج وتلورو لي تحكم كل ما تلوي حاولي تزايري شوية هنه ندورو باش نقفل اللحم هنه ما درتلو لازيت لازبدة لحت حاجة ما ديرولوش دهن نحاول مبلع مليح تخدموه كي ما تخدمو يعني الكاشير ولا تزايرو مليح كي ما راكم تشوفو ديري الحجم تاعو لحسب الكسكس اللي راح تفوري فيه هاد الرولي هنه اللي يدير كمية قليلة يعني كسكس صغير ممكن تديري فيه ولكن عندك الرولي تاع قطوي لازم لك كسكس يكون شوية كبير باش ما يتعوجلكش من بعد هنه برك ملاحظة قفلو مليح لي كوتيب هاد طريقة نزايرو مليح هنه بعد ما نقفل نجيب بابي أليمينيوم نجيب ورق الأليمينيوم وننبلع مليح ونحطو في الكسكاس يفور نديرو في كدروكسكاس نخليه يفور كما راكم تشافون نغطي الكسكاس ونخليه يفور ندرك هنه راح نوجدو طاجين الزيت هن اللي رافقوه مع هاد الرولي هنه ديرو اي قطعة تاع اللحم يعني يكون عندكم جناح ولا اي قطعة وديرو معها شوية تاع الزيت يعني هنه مش شرط تديرو اللحم بززاف لانو هنديرين الرولي غير على جل باش الطاجين يجينا بنين ديري شوية تاع السمن ويلعقة صغيرة تاع السمن مع شوية زيت ديرو شوية تاع البصل او بصلة بصلة مبشورة انا هنه على خليت شوية تاع البصل لانو كتهنه مازل ما صنحت الرولي انا وجدت قبل الطاجين ومبعد خدمت الرولي مي في المونتاج حطيت لكم الرولي هو اللول لانو كان اللي ما تبغيش تشوف الطاجين الزيتون حطيت لكم الرولي هو الصح اما الطاجين الزيتون يعني الناس كاري تعرف تديرو انا قدرت فصت على الثوم المرحلة هذي مهمة تاع التقلية لازم تقلو مليح لبصا مع الحم فصت على الثوم خلو يتقل المليح نضيف هنا ملعقة تاع الفارينة او الطاحين هنا باش لصاص تجيكم خاثرة لما تبغيش تديرها مديرا انا برك نقلوها شوية باش تجي يعني ما تديرش من بعد كوهرة نقلوها قبل ما نمرقو بحوت قرفة هكا صغير ندير شوية تاع المعدنوس رشة فقط من المعدنوس او البقدونس ندير شوية تاع الماء الساخن المنسبة لما تكتروش انا كمية قليلة نضيفنا شوية تاع الكركم نديروا كركم ولا زع فرن الشعر على كنا عندكم نديروا شوية فلفل اسود نضيف الرند يعني ورق الغار نضيف اوراق نضيف اوراق نضيف زرودية يعني تقطعها الدوائر لما تبغيش زرودية ممكن في الاخير اضيفه شامبينيو يعني تقليه في شوية زبدة و اضيفه يعني لكم الاختيار نضيف شوية تاع زنجبيل بودرة يعني زنجبيل بودرة شوية برق تاع الملح لانه بعد نحنيروا الزيتون والزيتون اللي ما تعرفوا فيه شوية الملح هي خلوه يبات فلمة كتبوا تديرو باش حكيروح لون الملح ولاش شلوها ملح الزيتون ندير هنا شوية تاع كوري تاع الدجاج اخر ما اللي تغلوها حكيروح اللون التاعو كيتغلوه ترت شوية كوري دجاج اللي ما عندهاش كوري دجاج تعاوضو بشوية برق نساع راس الحانود نغطي ونخلي لاصوس او اللحم هذك شوية يطيب ولاصوس تقل شوية وبعد هنا شلو تمليع الزيتون اخضر بدون نوت ونديروه يطيب في لاصوس هنا الكمية على الزيتون اكيد على حساب عدد افراد العائلة نخلي يطيب على النار قليلة باش يجي ثقيل يعني يمجمروا شباب هنا بعد ما تابروا نتعني اللي تعنا يعني الوقت صادب ممكن ساعة او اقل بالخفيط طب يعني ما عندوش مدانة والله ما اعقلتش حل تعليتون مهم ما تفوتوش ساعة اكيد راح يكون واجد ونحط الرولي هكا فلاصوس بعد ما قلحتو ملكسكيس يعني ساعة على نار قليلة ماشي نار عالية دخلتو شوية فلاصوس يديل بنا واحد للعشر دقايق ولا خلوه في لاصوس باش يديل بنا تاع تاجين تاع الزيتون يعني تاع هاديك لاصوس ومبعد ديرو مقلة ديرو فيها غير شوية تاع الزبدة ما ديروش الزيت شوية زبدة ورشور ورشة خفيفة تاع ملح ملفوك رشة فقط تاع الملح باش اللي كوتي هادوك الجواني بيجوه ما يجين يعني يجو بنان ومبعد قطعوها كدوائر كتبوا تقدمو الطاجين تحكم باش تحمروا هادا الرولي باش يبقى حامي وتقدموها مع الزيتون ولاصوس كي ماركم تشوفوا راه خاثرة في الاخر ديرولو رشة مع الدنوس ممكن تزيدولو قطارات من عصير الليمون هكا موهم ديرو رشة تاع المعدنوس ان شاء الله الوصفة تاع اليوم تاع الرولي تاع الدجاج او تاع الدند انا حضرتو بالدند اما تنجمو تديروه بالدجاج ولا تديروه بالحم بقري يعني اللي يكون عندك ولا اللي تفضله نتمنى ان شاء الله هاد الوصفة تكون نالت اعجبكم وتجربوها ان شاء الله نقولكم صحة فطوركم تهال الله في الوحكم دوك رح نقسم لكم باش تشوفوه بالليطري يعني بتتأكدو كيما كم تشوفو الاصوس جد خاثرة والبنة يجي بزاف بنين يعني غير تجربوه على دمان تيجي هايل في البنة في الاخير تهال الله في الوحكم صحة فطوركم وإلى اللقاء اشتركوا في القناة يشوك في القناة اشتركوا في القناة